الأسئلة المحرجة التي سنسألها أو سنتحدث عليها كيف يبقى الرد عليها يا هده نعم طبعا وعن دوعية هذه الأسئلة التي تعتبر بأغلب الأوقات مشاهدين اقتحام لحياتنا الخاصة أيضا انتهاك لخصوصيتنا وعن الأسلوب المناسب للرد عليها طبعا تنضم إلينا الخبيرة في الياقات الاجتماعية نتالي أندراوس أهلا وسهلا فيك تنضمين إلينا من بيروت نتحدث معك عن هذا الموضوع المهم بالحقيقة نتالي أهلا وسهلا فيك وبداية لماذا الفضولية عن بعض الأشخاص وما هي دوافع من يطرح هكذا أسئلة بس خليني أسألك سؤال عندي سؤال لإلك نتالي طب أنا سؤالي لإلى أدي عمرك نتالي وانا سؤالي قد اشتقب بلشت فيه دخل أسئلة من أول دخول حتى أسأل بالنسبة لهيبة هذا السؤال دايما للنساء داي عمرك هو أكتر سؤال مستفز ممكن يكون ما هيك نعم صحيح صحيح نحنا مستنين لإجابة نتالي هو مستفز أنا لا أحكي لك شغلي هو يعني بيظلهم يقولوا أن الواحدة لازم تتصالح مع هذا الموضوع تتصالح مع موضوع عمرها بس ما خصه بالتصالح هو خصه باقتحام مرات بتحسي لحياة الشخص يعني لحياة الشخص الذي يسأل هذا السؤال وبعتقد هو ربما يكون محرج للمرأة كلما كبرت أكتر بالعمر صحيح لا بد من تعرضنا نحنا يوميا يمكن للأسئلة المحرجة من كبل الناس من كبل المحيطة بقولنا يمكن بمكان العمل أو من العائلة أو من الأصدقاء وهنا بدي نوح أنه ممكن الأسئلة المحرجة ما بتجهي دايما بتحت غطاء الوقاحة يعني نحنا أكيد الأسئلة المحرجة لقلنا بتسبب إزعاج لقلنا ولكن هوني بدي ألفت النظر أنه ممكن أن نستوعب الشخص اللي عم بيسألنا هذا السؤال أنه هو لاي عم بيسأل هذا السؤال هذه كمان نقطة كتير مهمة نحنا عادة أنه ما مننتبه له في كتير ناس أنه ممكن بطريقة هي يعني هني بيستعملوها لحتى يكسروا الجليد ولحتى يعملوا علاقة مع الشخص اللي هني عم بيتحدثوا معه ويكون نوع من البوندينج فبيسألوا هدول الأسئلة لأنه هني ما بيكون في عندهم الوعي الاجتماعي الكافي لحتى يسألوا أسئلة ما تكون مستفزة أو محرجة للشخص فهيدي أول نقطة لازم ندوي عليها نقطة لشك أنه في ناس عندها الوقاحة وهذا الشيء أنه ما نسام الأمور مثل ما هي فهني بيسألوا من يعني بسبب الوقاحة الزياد اللي عندهم إياها في ناس هي عندهم نوع من الحشرية يمكن أنه بيشوفوا الشخص أنا ممكن كثير أسأل هذا السؤال مثلا السيدة بعمر معين بيتشوفوا أنه عندها نضوج أو أنه قدي عمرك يعني لحتى يشوفوا أنه كيف بدهم يتعاملوا معه أو كيف بدهم يتصرفوا معه أو كيف بدهم تكون الأسلوب المستخدم معه فهذا إنه إذا ما ننصنف شو الأسباب الحشرية أو الأسئلة المحرجة عديدة طيب نتالي عندنا بعض الأسئلة نحن اللي طبعا مشاهدي صباح النور كانوا جيبوا على مسائل التواصل الاجتماعي على صفحتنا الخاصة على العربية 2 سنستعرض بعضها الأسئلة ونعلق عليها لأنه أعتقد لكل ما عشنا مثل هذه المواقف في حياتنا أول حاجة نبدأوا معمروه باشا اللي يقول ممكن ما تكون محرجة قد ما هي مزعجة خاصة سؤال قدش تقبض قدش مع عندك فلوس نعم هل عندك أولادة وليه وين رايحة وين ماشي أو منين جاي شو بكي أنت و جوزك ليش تخنقت وليش تخنقت نعم مثلا بس هو عن جد نتالي يعني الوحدة ما بتكون مرتبطة بيسألوها أمتى رح نفرح فيكي بترجع بترتبط أمتى بديك تجيب أولاد وأمتى رح نفتح وتجيب الصبي أمتى بديك تجيبي بنت أو أمتى بديك تجيب البنت أمتى بديك تجيب الصبي عن جد هناك إقحام لأشخاص بإقتحام لخصوصياتنا بأسئلة عن جد إحنا مرات ما بيكون عنا إجابات عليها صحيح وهيدي أسئلة للمتناهية هون كل إطار فيه له طريق الجواب ولا شك أنه مثلا منعرف نحن مثلا إذا في عنا جمعة عائلة مثلا رح نعطي مطل اللي بيكونوا الزوجين وقتا بيكونوا متزوجين وبيكون صاروا شوية وقت أنه متزوجين وما في أولاد فهون العائلة من اهتمامها بتبلش تسأل هذه الأسئلة أو حتى للشخص اللي هو بيكون عزابة مثلا كمان أنه أي مطل بدنا نفرح منك لأنهم هن يحبين يفرحوا منه هلأ في بعض الأشخاص نعم لي لي فقط أنه أنا معاك نتاليلي أنا أعاني من هذا السؤال فحيتي سأليه مين بيسألوا هالسؤال خاص طب منه صحيح نعم فهون يعني مثلا فينا إذا حسب هو شخصيته للواحد يعني أنا أمين بعرفه شخص يمزح أنا براهن أنه ممكن وقتا تسأل أسئلة محرجة بتديرها بالمزح لأنه هذه هي شخصيتك الشخصية الرسينة أكتر هي تروح تتوجه بطريقة جدية أنه مثلا أنا بشكر اهتمامك وبعرف أنه أنت مهتمة عم تسألني هذا السؤال بس أنا لهلأ مثلا ما عندي جواب أو أنه من قادر جواب على هذا السؤال هلأ بهذا الإيطار يعني نحن حسب شخصيتنا فينا نستخدم ويكون في عنا طريقة الرد يعني مثلا مثل شخص اللي بيمزح كتير إذا سألوا أي ما تبقى تتجوز أي ما تبقى تتجوز أي ما تبقى نفرح منك إيه ولا ما بدي يكون تفرحوا فيه بهذه الطريقة أو تمزح وتضحك يعني نرجع منقول أنه كل واحد نعم فقط عضرة نتالي خن روصلوا مع بقية الأسئلة نحبوا نستغلوا الفرصة أنه عنا عدد أيضا من الأسئلة الموجودة مثلا صالح عامر يقول هل وجدت وظيفة متى تتزاوج كيف كيف فكرة أيضا وظيفة السؤال عن وظيفة وربا تتحدث عن موضوع مهم جدا وقتلي أحيانا تشوف إنسان عندك مدى ما شفتوش وفاجرت أنا نتلاحظ أنه نقص في الوزن أو زيت في الوزن مباشرة السؤال هل عملت دايت أو هل نقص وزنك أو كيف تدايت معك أو كيف تدايت معك أو هل أنت مريض أو تعاني من مشكل معاينة هذا زيت في الوزن أعتقد هذا أكثر سؤال محرج إن كان للرجال أو النساء صحيح يعني هذا هوني عم نرجع ونحكي أنه وهدو الأمور شخصية وممكن أنه يسببولك بإزعاج أنت يعني بإزعاج نفسي يعني أنت حتى ممكن أنت ما تكون متدارك أو أنت مثلا بيقولوا مطنش الموضوع وإذن بيرجعوا هن بيفتحوا الجروحات عندك بس نرجع منقول هوني الأفضل طريقة هي أنه نحن ما نرجع نرد بطريقة فضة بطريقة يتبين أنه نحن منزع مزعجين ومتضيقين دايما التحكم بمشاعرنا بهيك أوقات هي كتير ضرورية نكون متحكمين بردة فعلنا كمان كتير ضروري دالنا يكون في عنا مبينين هيدا الثقة بالنفس كمان ضرورية لأنه وقتا بيشوفونا نحن كمان أنه تحمرينا وتلبكنا وانزعجنا هذا حقيقي يعمل أجواء متوترة ويعني يكون شي مزعج فضيما نطلق للسؤال ناخد الشخص على هو نعرف نحن شو شخصيته وكيف من أي منطلق عم بيسأل السؤال نرد عليه بشخصيتنا إن كان بطريقة جدية أو بمزح وفينا كتير نحن هنا نقدر نقول أنه أنا بدي أعتذر منك مثلا إذا في عنا نحن شخصية جدية أنا ما حقدر جاوبك ما عندي جوابة على هذا السؤال ونغير الموضوع يعني مثلا سألتوني أنتم من شوي أنه أدي راتبك فيه كمان في عنا نحن نكون محاضرين لألنا أرجوة بجاهزة أنه يه على سيرة الريتب هبا هلأ عم تحكي عن الرواتب أنا مثلا أنه بهمني أعرف يا تورا إذا إيلون ماسك بيقبض معيش من شركة تويتر بقله بالسؤال وبغير الموضوع وبشيل الانتباه عني أنا بس نتالي يعني هالطريقة بتثبط ولكن كما تحدثتي هناك أنواع من الناس وهناك بعض الأشخاص الذين لديهم هذه الوقاحة الكبيرة اللي ممكن أنه يرجع ويعيد السؤال عليك حتى يعرف هاي المعلومة اللي بدأ تشفي له هالنقص اللي موجود عنده إحنا دائما مجبورين نتالي أنه نجاوب بالطريقة الأنسب أو نجاوب بالطريقة اللي بتعكس الشخص وخلفياته بالسؤال لا شك أنه نحن لازم ما أبدا نرجع نرد السؤال بالسؤال في كتير ناس بيعتبروا أنه هيدا تقنية يعني شخصي سألني سؤال محرج برجع بجاوبه بالسؤال اللي هو سألنيه بسأله بضرحه عليه وهيدي هون بتصير نوع من الفزازة ولكن أنا هون فينا نحن من نجاوب بس مش نصمت يعني أنا عبر وقول أنه أنا من بصدد الإجابة على هذا السؤال بطريقة كتير ريئة وبلد ما نكون أنه عم نفرج أنه نحن صفزينا بالسؤال مع الابتسامة والشخص وقتها تقولي له هيك هيبة يعني تخيل أنت هيبة عم بتقولي لي أنه قديش معايشك قلك هيبة أنا أنه بدي أعتذر منك أنه على أنه مش حقدر جاوبك على هذا السؤال رح ترجع تكفي أنت تسألينا شيء؟ لا فأنه نحن من خاف أنه نقول أنه ما بدنا نجاوب على هذا السؤال وفي أيام أنه مننا مضطرين نبرر ليه ما بدنا نجاوب يعني هوني بدي أقول أنه نحن مننا بصدد أبدا التبرير ليش ما بدنا نجاوب طيب نتالي أيضا كان هناك بعض الأسئلة الأخرى اللي كانت موجودة ككومنت سامي بن صالح رامي وعدد من الأشخاص اتحطوا وطرحوا نفس الأسئلة في علاقة بالراتب في علاقة بالأطفال في علاقة بالإنجاب وقت اللي يكون هالسؤال تحديدا وخاصة في علاقة بالإنجاب كيكون من الأهل ومن الأقارب كيما يقول سامي بن صالح هوني سؤال لماذا لم تتزوج من الأسباب إذا متزوج وما في أطفال لماذا لم تنجيبه السؤال متع لماذا لا يكون هناك إنجاب من الأقارب إلى أي درجة صعيب لأنه هنا مع الأقارب ليس موضوع حد ما تعرفوش أو حد غريب قادر أنه ماكش تجاوبه يعني مع الأقارب صعيب جدا التعامل في مثل هذه الأسئلة المحرية أنا في أحكيك من خبرتي الخاصة يمكن أنه بتعرف أنه أنا متزوجة سألي فترة وما عندي أولاد وهذا السؤال يمكن ترح علي فوق المليون مرة ولكن أنه دائما كنت بقصد أنه ابتسم وفي عندي هذا الجواب أنه ربنا هو اللي بيعتي وبالتالي أنه الشخص بيعرف أنه أنت ما في عندك جواب وبيغير الحديث هلأ ممكن من اهتمامهم يرجعوا يضطرقوا لأنه عم بتجربوا تتعالجوا عم بتجربوا أنه تتحكموا فهوني أنا كنت دائما أنه أرجع ابتسم بالطبع أنه نحن عم نقوم بكل شيء واجب وشكرا لأهتمامكم وخلص ينتهي الحديث وأرجع أسأل أنا سؤال لأله لشخصه اتمن عنه غير له الحديث وهيكي بهذه الطريقة مثل بيقولوا بيروح السؤال المحرج شكرا جدا يا نتالية على هال الموضوع لا يمل منك يا نتالية بالحقيقة وإن شاء الله رأيك على قريب بحثينا في الدوحة هوني في السيديوات لما لا أحلى المقابلة مباشرة أحلى دايما من أنه تكون عن بعض ولكن في الحالة تكون إن شاء الله دايما تكون موجودة معنا الخبيرة في اللي قاتل اجتماعي نتالية اندروس شكرا جزيلا لك على هالمقابلة الجميلة شكرا لأيك شكرا لأيك